واحد يقول بخصوص زواج الراهب بعد تركه للرهبان وبعد أن يصبح أب بفعله أب بجسد قلت قد يسدكم أن هذا الابن يعتبر ابن خطيح هل يعتبر ابن خطيح لأنه تزوج خارج الكنيسة الأورتدوكسية كما قلت قد يسدكم فهل معنى ذلك أن أي زواج خارج الكنيسة ليعتبر ذهب شرعي أنت لم تفهمني وممكن نرجع للكلام اللي أنا قلته المرة اللي فاتت أنا قلت الراهب إذا تزوج يكون قد كسر نظره وأصبح زواجه خطيح حتى لو تزوج داخل الكنيسة الأورتدوكسية يعتبر زواجه خطيح ويعتبر الكاهن الذي يزوجه كاهنا مخطئا وأنا أفتكر مرة حكمت على كاهن من الكهنة بمنعه من الكهنوت لأنه زوج راهبا قصة معروفة من زمان هذا الراهب تنيف كان قاعد حوالي عشر سنين أو أكتر محروم من الكهنة لأنه زوج راهبا لأن الراهب ده نظر حياة البتولية فمن يحتمل كسر هذا النظر؟ مين يحتمله؟ من يكون مسؤولا عن كسر النظر أمام ربنا؟ طول ما هو كسر نظره شعر بأنه عايش في خطيحة يبقى لو جاب ابن يبقى ابن خطيحة لأن الزواج نفسه غير شرع أيا كان اللي عمله ولأن الكنيسة الأورتدوكسية تمنع مثل هذا الزواج فالراهب عندما يتجوز يروح يتجوز عند غير الأورتدوكس فبيكون جمع بين خطيتين بين خطية كسر نظره وبين خطية الانتماء إلى كنيسة أخرى لكن احنا ما بنقولش عن التواقف الأخرى أن زواجهم خطيح وزواج شرعي حسب كنائسهم لكن زواج غير أورتدوكسي وإن كان من كنيسة لا تؤمن بالكهنود يبقى أيضا ليس سرا من أسرار الكنيسة ولم يجره كاه منه لم يجره كاه من كاه نتخد شنصت كلام مصيب النصت تاني